اشتركوا في القناة يمكن تبالش تخف بالمساء بس بدك تنتبه بهاليوم لحسن الكلام بدك تنقق العبارات بدك تنمق الافكار وبدك تعرف انه كل تصرف بهالفترة بهاليوم بيكون مهم جدا لحسن الحاظ انك مزود بديناميكية وقدرة على مخالطة الناس بايجابي وهالشي بيزيدك نجاح يا عزيزي الاجواء الفلكية بتتحدث عن ميل للبدء بعمل على تحقيق اهداف محددة بين يوم الثانين ستة عشر ويوم الثلاثة سبعة عشر يمكن الخطوات تصير اسهل عليك بهاليومين بعد يومين ضاغطين وبتشوف الاجواء ملائمة والظروف مؤاتية لازم تعرف انه الامر الجديد والامر المكتمل هالشهر عم بيعاكسه بعضه وهالشي طوال الشهر ويمكن الاول بالاسد بتماني الشهر والتاني يوصل لدلو باتنينة وعشرين هالشي بيحتم عليك طوال الشهر التروي وعدم التحديات وفهم بعض الانذارات والتحذيرات الفلكية لما تطرق راهن على يومين هن الاربعة 18 والخميس 19 لانه جيدين يمكن يحملو لك بعض الامال او بعض التوفيق في خطة او في مسعى بتقوم فيه بس كون متحفز جدا الجمعة عشرين والسبت واحدة وعشرين شافت ما في شي بيكفي منيح للآخر ولا بيكفي سيء للآخر بين عشرين وواحدة وعشرين يعني جمعة وسبت بدك تكون شوي متروي واتذكر شو عم نقول التقلبات كتيرة بهالوقت في شي بيتغير في شي ما بتنتظره وممكن يطرق بشكل غير منتظر بدك تدقق بكل التفاصيل يا عزيزي حتى اذا تلقيت احد العروض وكان كتير منيح بدك تنتبه انتبه من اخطاء انتبه من اخطاء نعم بتبلش الجمعة عشرين وبتكفي للايام الاخيرة من الشهر اشتركوا في القناة